السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم في حلقة جديدة استثنائية من حلقات القناة في الحقيقة كنت محضر موضوع مختلف تماما ولكن ما حدث اليوم في العراق لا نستطيع أن نمرر مرور الكرام والله ثم والله الأمر خطير جدا والعلامات تتحقق والعلامات شغالة بصورة كبيرة جدا جدا ومحتاجين في هذه الأيام أن نحن نتابع جميع المستويات اللي شغال في غزة نتابعه بقوة ولكن لا نهمل الأحداث التانية اللي شغالة لأن بقولك دايما أن الأحداث متوازية الأحداث متوازية فانتبهوا أيها الأحباب إيه اللي حصل النهاردة في العراق اتفاجئنا كلنا بمشاهد يعني مفاجأة في العراق ولقينا أحاديث ذكرت ووضعها وصنفها العلماء أنها ضعيفة وروايات وأثار ضعيفة بنراها بتتحقق بقوة هعرض ليك بإذن الله المشاهد وبعد كده هطلع لك الأحاديث علشان نشوف الواقع مرتبط بكلام النبي عليه الصلاة والسلام بقوة وأرجو منك وإحنا في العرض الأول شارك هذه الحلقة بقوة على جميع المنصات واضغط على زر الإعجاب لايك شير ولايك للأهمية أيها الأحباب المشاهد اللي بتظهر أصدنا دلوقتي غرق البصرة وما أدراك ما البصرة غرق البصرة سيول وأمطار زي ما احنا شايفين المشاهد الدنيا عيمة واحد يقول لي طيب المشاهد ديت ايه الدلالة بتاعتها المشاهد اللي احنا شايفينها وعلى فكرة مش البصرة بس يعني محافظات زي مثلا الأنبار ومحافظات أخرى في العراق ضربها السيول والأمطار وغرقت ولكن احنا اهتمامنا في البصرة لأن البصرة فيها أحاديث تخص آخر الزمان كمان ممكن واحد يقول الموضوع ده بيحصل وبيتكرر نرد عليه ونقول له ألا ترى أن هذه المشاهد التي تظهر أمامنا مشاهد غير اعتيادية وتستحق منا إن احنا على الأقل على الأقل التفت ليها على الأقل خد بالك من المشاهد دي على الأقل ركز المشاهد دي الأمان اللي انت فيه أيها المنكر أيها المشكك جايبوا منين يعني كل ما تيجي آية تقول إيه عارض ممطرنا مصدر الأمن والأمان اللي انت وغده ده هل اتخذت عند الله عهدا عشان إما تشوف هذه الآيات والأحاديث بتتحقق أيها الأحباب تعالوا نشوف أول حديث يظهر أمامنا هو في الحقيقة أثر جاء في كتاب نعيم بن حمد مش حديث بيقول إيه بيقول إن الدنيا مسلت مسلت على طير فإذا انقطع جناحاه وقع وإن جناحي الأرض مصر والبصرة ولذلك أنا في التعليقات بقول أو في العنوان تعصورة المصغرة بقول يا أهل مصر أنتم في خطر وهأقول لك ليه فإذا خربت ذهبت الدنيا يبقى إن الدنيا مسلت على طير يعني تجبيه فإذا انقطع جناحا وقع الطير وإن جناحي الأرض مصر والبصرة فإذا خربت ذهبت الدنيا ده أول أثر بيبين البصرة طيب البصرة تخرب أقول لك إزاي روى حزيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ضعفه العلماء للأمانة العلمية ولكنه صحيح من حيث المعنى واحد يقول لي يعني إيه صحيح من حيث المعنى بيحصل شغال بيتحقق ويبدأ الخراب في أطراف الأرض حتى تخرب مصر ومصر آمنة من الخراب حتى تخرب البصرة وخراب البصرة من الغرق ركز معايا قوي وخراب مصر من جفاف النيل ولاحظ معايا إن طبعا الحديث ده واضح جدا إنه بيوضح لك أسباب الخراب إيه اللي هتحصل في البصرة بسبب إيه بسبب الغرق واضح جدا وهذا طبعا أنا بعرض لك المشاهد هوت جنبا إلى جنب مع الحديث عشان تربط معايا وهذه مشاهد لكل من دخل معنا الآن وإحنا في العرض الأول هذه مشاهد حديثة اليوم منذ ساعات لغرق البصرة نتيجة للسيول والأمطار وخراب مصر من جفاف النيل في روايات بتقول إن خراب مصر من جفاف يعني إيه خراب ده برضو سؤال مهم يعني إيه خراب يعني هتفضى هتبوز لا أحداث مؤسفة ده معنى خراب أحداث مؤسفة عشان يستفهم معنى الكلام وفي روايات أخرى بتتكلم إن الأحداث اللي في مصر هتبقى من غرق هي كمان يعني جفاف أو غرق في نفس التوقيت تعالى كمان نقرأ مع بعض وإحنا بنكشف لك الأحاديث التي التي لم تسمعها من قبل وما بقول إن هي سقطت عمدا هذا يعني دايما بنبه وأقول هذا ليس تجريح ولا قطح ولا تقليل في علماء الحديث أبدا بل هي إرادة كونية لله سبحانه وتعالى لكي يدبر الأمر ويهيئ الأمر للظهور المبارك لظهور الإمام المهدي والأحداث العظام في أثر كمان بيقول وحديث عن النبي عن قتادة عن أبي زر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول الخراب بمصر والعراق أول الخراب بمصر فإذا بلغ البناء لسلع فعليك يا أبا ظر بالشام قلت وإن أخرجوني منها قال إنسق لهم أين ساقوق في حديث كمان آخر إن أهل البصرة لا يفتحون باب هدى ولا يتركون باب ضلالة وإن الطوفان قد رفع عن الأرض كلها إلا عن البصرة وده دليل إن البصرة هاتغرأ في آخر الزمان ونرى هذه الأيام المقدمات واضحة عشان برضو واحد يقول لك إيه هذه مقدمات وقد تكون مؤشرات لإيه للأحداث العظام التي تهيئ الأرض لظهور الإمام عايزة نبه وأقول إن كل الروايات دي ضعفها العلماء كل الروايات دي ضعفها العلماء يعني الحديث اللي يعني فيه شوية كده اختلاف هو الحديث اللي جاء يبدأ الخراب في أطراف الأرض حتى تخرب مصر ومصر أمينة من الخراب حتى تخرب البصرة وخراب البصرة من الغرق وخراب مصر من جفاف النيل دوت أورده الإمام القرطبي في كتابي التذكرة وبعض من العلماء القدامى صححوا أو حسنوا وكثير ضعف هذا الحديث يبقى في الإجمال أيها الأحباب الروايات ربطت ما بين البصرة ومصر مصر يحصل فيها أحداث لا الأول البصرة ولذلك إحنا بنشوف أحداث مترتبة ترتيب رباني إحنا بس دورنا إن إحنا بنزيل الغبار عن هذه الأحاديث ونرتبها لك ونبين لك الترتيب الصحيح يعني لما بتشوف دلوقتي غرق البصرة الأمر لو لقيته اشتد خلاص اعرف إن مصر دخلة على تهديدات تتعلق بالمياه إما جفاف وإما غرق اعرف كده العلامة ولذلك إحنا بننبه الناس لازم ننبه الناس ومش بنخوف الناس الأمر ملوش علاقة بالتخوف ليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه الأحاديث هل كان يتعمد أن يخوفنا الإجابة لا بل كان يريد صلى الله عليه وآله وسلم أن يحذرنا أنه ينبهنا يوضع لنا معالم على الطريق الصحيح خريطة واضحة للأحداث فاللي شفناه النهاردة في البصرة وغيرها من المحافظات في العراق بالتحديد في البصرة جاءت فيها أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ياريت نضغط بكسافة على زر الإعجاب لايك ونشارك الحلقة على جميع المنصات للأهمية في هذا الحدث أننا بعتبره استثنائي عايز كمان أقول لك أن في حديث اتكلمت عن دخول المياه إلى الكوفة ومش عايزين نخلط ما بين الحدث اللي حصل النهاردة في البصرة وما بين حديث آخر ورواية عجيبة ذكرت عن الكوفة وقال لك إن لو المياه رأيتها تدخل الكوفة فاعلم إن في حدث كبير هيحصل في الجزيرة العربية زوال ملك والعلماء لما تناولوا هذا الحديث قالوا العلماء في العصر الحديث قالوا إن يعني الكلام دوت يحتمل إن يبقى ليه علاقة باقتتال الأمراء الثلاثة وعايزين زي ما قلتلكم نميز ما بين هذا وزك الأحداث في سرعة كبيرة وغريبة جدا وإحنا بنحاول أول بأول نجيب لك الأحداث اللي شغالة ونربطها بالأحاديث النبوية حاجة عايزة أقولها يعني في النهاية الأحاديث الضعيفة إحنا اعتقدنا إن هي أحاديث ضعيفة ولكن إن تحقق جزء منها فنأخذ بهذه الأحاديث ونقول إن هي أحاديث صحت من حيث المعنى يعني حصلت يعني تحققت أما إذ لم تتحقق بعد طول ما هي لسه لم تتحقق فإحنا نقول تعظيم سلام لأهل الحديث ولعلماء الحديث وتبقى على أصلها ألا وهو تضعيف العلماء لا هذا التنبيه مهم عشان الناس بتجي في تعليقات تقولنا ده حديث ضعيف عارفين إن هو ضعيف ولكن ما ينفعش إن إحنا نهمل هذا الحديث لاحتمال كبير جدا إن هو يتحقق والنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول لمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ليس له أي علاقة خالص بالكلام اللي إحنا بنقوله دوت لأن لو أنت مش عارف إن الحديث الضعيف احتمال إن النبي ما قالوش أكبر من احتمال إنه قاله إن ده تعريف الحديث الضعيف تبقى تاخد بالك من هذه الأمور قبل ما تتجنى على أهل العلم وعلى الدعاء بارك الله فيكم أيها الأحباب دمتم في رعاية الله وأمن سلام الله عليكم ورحمته وبركته